السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقالنا وسهلا بكم في حلقة جديدة معكم مصطفى سعدي تيكنيكالليدو خبرة اكتر من عشر سنين في مجال تطوير التطبيقات ومواقع الويب والالعب النهاردة بازن الله هنجاوب على سؤال اه يعني انا شايفه بسيط جدا بس يعني محتاج طبعا اجابة عشان نقدر بنوضح من خلاله شوية مفاهيم مهمة جدا وهي نحن بيسأل هل ممكن استخدم بايسون اه للفرونت اند ديفلوبمنت ولا لا طيب احنا دلوقتي خلينا بس نفرق ما بين اه حاجتين مهمين جدا تمام وهما يعني بيكونوا الديفلوبمنت عموما معهم حاجة تالتة بس هي مش مهمة دلوقتي يعني في كلامنا طيب ايه هم الحاجة التالتة كنت تقول عليها اللي هي داتاباز طيب الفرونت اند ده هو كل ما يعني الموقع بتاعك او بتاعك من تعرضه لوجهة المستخدم يعني المستخدم اي حاجة يشوفها من برا ده اسم الفرونت اند طيب الباك اند هو اي حاجة بتحصل كولز بقى اه بي ايز اه 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 العلاقة مع الداتاباز تربيت مع الداتاباز كل ده اسمه باك اند فهو هنا الراجل بيسأل عن هل ينفع اشتغل فرونت اند بالبيسون فبساطة شديدة جدا انت هينفع تشتغل اه فرونت اند بمعظم لغات البرمجة الموجودة فانت بايسون ينفع او تستخدمها في الفرونت اند ولكن انت هتبقى مجبر على ان انت هتستخدم اه يعني الاتش تي ميل والسي اس اس والجافا سكريبت ده كفرونت اند لان هم اصلا الفريموركز بتاعت البايسون هي عبارة عن فريموركز اه بتشتغل فول ستاك مع مولا للفول ستاك ويب ديفلومنت فبتشتغل اه على انها بتديك الفرونت اند وبتديك الباك اند تكتبه عادي جدا باللغة دي ففيه عدة امثلة كثيرة جدا على فريموركز او اه توولز او لايبرز بتخليك ان انت تقدر تكتب اه عن طريق البايسون ويب ديفلومنت فرونت اند او باك اند على رأسوهم طبعا دي جانجو اكيد ناس كتير جدا عارفاه دي جانجو ده عبارة عن بايسون اه ويب فريمورك بيخليك تبني فول ستاك ويب ابلكيشنز اه هو مين لي بيستخدم اه مفروض ان هو للباك اند يعني ولكن هو عنده اوبشن ان انت تجنريد بي دايناميك اتش تيميل تيمبلتز وتهندل الموضوع بتاع الفرونت اند لوجيك فتقدر ان انت تعمل او تستخدم داي جانجو تيمبلتز اه لانجوش عشان تكريات بيها دايناميك ويب بيجز ويتانتجريات البايسون كود اه اللي انت كتبته بتاع الباك اند اه مع الفرونت اند بتاعك فده مشهور جدا وانصحك طبعا ان انت تبص عليه ان لو انت حابب موضوع البايسون وعايز تكتب بيها ويب ديفلومتز اه فرونت او باك طيب عندنا طول تانية اسمها اه فلاسك دي فلاسك اه عبارة عن اه ويب فريمورك برضو مكتوبة بالبايسون تقدر تستخدمها طبعا بالبايسون اه هي لايت ويت اكتر وفليكسبل اكتر من دا جانجو تمام يعني لايت ويت يعني خفيفة ومارينة اكتر من دا جانجو بتخليك هي بتمكنك انت تبني بيها وابيكيشنز وابي ايز بتقدر تستخدم معاها الفرونت اند تكنولوجي زي hdml وcss وjavascript زي دا جانجو عشان تقدر تكريب بيها دايناميك يوزر انترفيسز وبيجز وتقدر تستخدم طبعا الفلاسك ان انت تهندل بيها سيرفر سايد لوجيك وترندر بيها html تمبلس طبعا مكتوبة بالفلاسك وزي ما قلت لك التلاتة تكنولوجيز اللي انت تكتب بهم الفرونت اند هم html وcss والجواسكريبت عندنا حاجة تانية برضو اسمها ترانسكريبت ديا هي عبارة عن ترانسبيلر لما بين البايسون وما بين الجواسكريبت دا بيخليك تكتب فرونت اند كود بالبيسون وبعد كده هو بتكونفيرت اوتوماتيكلي للجواسكريبت تقدر ان انت تستغل بقى كل بقى الخصائص والحاجات اللي انت متعلمها في البايسون وتكتب بيها فرونت اند لوجيك وتستخدم بقى الدم وتقدر تمانيوبليات فيه والسينتكس بتاعها طبعا بايسون فالموضوع لزيز جدا وسهل وبتانتجرات مع جواسكريبت كتير جدا وفريمورك كتير جدا عندنا اخر حاجة بقى اللي هي جوبتير ديا اسمها جوبتير نوت بوكس ديا عبارة عن يعني نقدر نقول بتستخدم في مجال وعموما ديا بتستخدمها عشان تعمل بروت تايبينج وانتر اكتف فرونت اند ديفلوبمينت بس متعلقة اكتر بالداتا بتديك طبعا بتخليك تعمل ومارك داونز للداتا والسينتفك كومبيوتينج عموما خليك برضو تكريت انتر اكتف يوزر انترفيس عشان تقدر تشتغل بها ويعني تطلق بها الفرونت اند يعني شغل الفرونت اند عموما بتاعك طيب انا لاي نصيحة في الاخر خالص البيسون مش معمولة عشان تكتب بها فرونت اند الموضوع يعني مهما عملت الموضوع في النهاية هيكون مش دا طبيعي او مش دا البيست براكتس ان انت تكتب بالبيسون فرونت اند اصلا زي ما قلت لك انت محكم بفكرة ان انت بتكتب html و css و javascript زي مثلا في الفريموركس اللي احنا قلنا عليهم الفلاسكو والدجانجو مفيش غير اللي هو ترانسكريبت داوا دا بيحاولك البيسون تكون لفرونت اند وبرضو مش اللي هو احسن حاجة بيحاولك javascript فانا من رأيي ان انت اصلا يعني هي اشهر لغة فيه هي الjavascript فممكن تدوس في اي فريمورك من المشهورين جدا تكتب بيهم javascript وتكتب بيهم فرونت اند زي الرياكت وال view.js وممكن لو انت بش حابب javascript يعني عايز لغة type مثلا زي type script مثلا تدوس في حاجة زي angler فهم دول اشهر ثلاثة حاجات الناس بتكتب بهم فرونت اند دلوقتي وهم دول اللي افضل ان انت تدوس فيهم اللي هما angler الرياكت وال view.js ولحد كده يكون يعني خلصنا الاجابة على السؤال ياريت لو لو عندكم اي تعليقات ياريت تكتبوها اا في الكومنتات ولو حد عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتات بسوش تعملوا لايك الفيديو واشتراك في القناة وتزعروا زرار الجرس واشتراك كل الفيديوات الجديدة اا لحد ما شوفكم فيديو جديد دمتم مسالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته